قلت لكم كان هذا الوضع ولا زال محدش بيقول ان مصر هي بتنظم كأس الأمم الأفريقية الماضية وبيتخذ فيها قرارات انه اللي قاعد على التربزة هنا هو هنا بوريدة وهو رئيس الاتحاد المصر لكرة القدم يعني حتة الجامع موجودة الجامع بس مع النادي الأهلي ومع مصطفى فاهمي بالذات كان هدفه محاولة تشويه بطولة الأهلي ولقب الأهل التاريخي اللي الحفاظ عليه والدفاع عنه مسئولية تاريخية لانك بتتكلم على جيال صحيح فاتع 20 سنة بس احنا اعتمدنا النهاردة في توضيح كل هذه الحقائق في هذا الملف اللي لقاعد الفاتحة بأم ويام أخر جملة لا تصلة في هذا الأمر أخر جملة أن الفترة الوحيدة التي لم يحصل فيها الأهلي على بطولات في الاتحاد الأفريقي نظرا للانسحاب والعقوبات هي فطرة تواجد المهندس مصطفى مراد فاهمي داخل مجلس دارة النادي الأهلي في كتير يعني هجيلكوا على هي دي آه في كتير في حيثيات علاقة المهندس مصطفى فاهمي بالنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر